بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامجكم عن تربية الأولاد والأولاد هي جمع ولد والولد هو كل ما ولد من ذكر وأنثى ويطلقوا أيضا في المثنى والجمع قال الله عز وجل يسيكم الله في أولادكم وهذه الآية وردت في سياق الإرث وأي إرث أفضل من تربية صالحة قائمة على أسس علمية دينية نفسية صحيحة تجمع بين الدين والدنيا تجمع بين الحزم واللين تجمع بين الثواب والعقاب بشكل دقيق وميزان حساس وهذا هاجس دكتور محمد بهجات محمد بهجات دكتور تخرج من كلية جامعة المنيا في مصر عام 2000 وحصل على ماجستير الطب النفس والأمراض العصبية في عام 2005 ثم سافر إلى إنجلترا عام 2008 حيث عمل بالبحث العلمي في قسم علوم الأعصاب والطب النفسي في جامعة نيوكاسل ثم عمل كأخصائي ثم استشاري للطب النفسي للأطفال الدكتور محمد بهجات هو الآن استشاري للطب النفسي للأطفال والمراهقين يعمل في أمانة مستشفيات نيوكاسل وهو زميل كلية الملكية للطب النفسي ويدرس أيضا طب النفسي بكلية الطب في جامعة نيوكاسل أهلا وسهلا دكتور السلام عليكم أهلا بك وأهلا بك كالو دوليت شرد وأنا يعني ربنا يجزي خير على تعبك لأن أنت عملت مجهود غير عادي عشان نجهز للحلقات دي جزاك الله خير للحضور معنا ليش أنت فكرت بالحلقات هذي؟ لسبب أن أنا يعني أنا بشغل هنا في إنجلترا كأستشاري طب نفسي وقبل كده كنت في المينيا وقسم الطب النفسي في المينيا كلهم أصحاب فضل علي وتعلمت منهم الكثير وخاصة أستاذي الأب العظيم سيد دكتور رفحة محفوظ وعلمنا دائما أنه يعني زكاة العلم أن تعلمه فأنا لما اشتغلت هنا كنت بشوف حالات أطفال كتير ومراهقين وكان بيجي لي دائما حالات عندهم مشاكل في السلوك بتاعهم وحاجات زي كده وكنا بنوصي أن الولاد دول يروحوا الأباء والأمهات يروح يخضروا كورس لتدريب الأباء والأمهات وكانوا لما بيرجعونا بعد كده كانوا بيقولونا كلام جميل جدا عن الكورس وإن هو إزاي غير حياتهم وغير حيات ولادهم فأنا في مرة من المرات قلت طب ما روح أحضرنا الكورس يعني من باب أن أنا أتعلم حاجة جديدة أنا ما حضرتوش قبل كده فروحت الأول كمشاهد وبين وبينك لما حضرت الكورس أنا زهلت كنت بسمع حاجات أول مرة أسمعها كأب كلام جميل جدا وكلام عملي وحاجات بسيطة خالص وبعدين بدأت أستغل الوضع وارجع البيت أطبق الكلام ده مع الولادة فلا إن هو بيجيب نتائج غير عادية ماشاء الله تباري أه سبحان الله فجيت بعد كده استمريت في الكورس كمدرب فيه وبعد كده جات الفكرة إن إحنا عملنا الكورس ده لبعض الأسر العربية هنا في إنجلترا الكورسات لما عملناها الأسر العربية خلناها بالعربية فالفيد باك بصراحة كان ممتاز جدا فعملته مرة تاني وبعد كده فكرنا إن إحنا نقول طب ما نفيد ناس أكتر يعني فقررنا إن إحنا نعمل الكورس في شكل الحلقات دي بحيث الناس تفرج عليه وتستفيد منه ويفيدها في علاقتها بأولادها بإذن الله هي قضية تربية الأبناء قضية يعني صعبة علينا كلنا أي واحد فينا عشان يشتغل أي وظيفة في الدنيا إنت شوف تعلم تأديه إنت دخلت ابتدائي وعدادي وسنوي وكلية يعني 15 سنة تتعلم عشان تطلع تشتغل شغلان إحنا الواحد فينا أو الواحدة في يوم وليلة يبقى أبا وأم بدون أي سابق تدريب أو علم وهي وظيفة 24 ساعة في اليوم سابعة أيام في الأسبوع مفعش تاخد منها أجازة فإحنا بنحس شوية كباء وأمهاتي إن إحنا مظلومين شوية إحنا مرة واحدة تحطينا في الموقف ده وكل خبرتنا فيها أعتقد معظمنا خبرته في التعامل مع الموقف دي إيه إزاي أنا والدي ووالدتي يتعاملوا معي ونصرير فبحاول إن أنا يعني أشوف هم عملوا إيه وبحاول أعمله دي في قمة الظلم للأب والأم من ناحية والأطفال من ناحية لإن الزمن غير الزمن أكيد وإحنا صغيران ما كانش عندنا الآيفون والتابلت والحاجات اللي إحنا بنعاني منها ما كانش فيه التواصل الاجتماعي ما كانش فيه كل الحاجات دي فبالتالي فيه مواقف كتيرة جدا في الحياة ما بقاش عندنا حتى مرجعية نرجع نشوف إحنا تعامل معنا إيه وإحنا صغيران الحاجة الثانية إن إحنا على مستوى البحث العلمي الدراسات اللي اتعاملت ودي مهمة جدا إن إحنا نعرف إحنا نتعلم إزاي نتعامل مع أولادنا ده ليه تأثير لأن الأبحاث العلمية اللي اتعاملت في المجال ده كتير جدا واكتشفوا إن علاقة الأب والأم من ناحية بالطفل من ناحية بتؤثر على مستقبل الطفل ده في ست مناطق المنطقة الأولى هي منطقة السلوك بتاع الطفل يعني اكتشفوا لما بيكون فيه تربية تتسم بإن فيه تعاون مش كويس بين الأب والأم من ناحية مع الطفل السلوك بتاع الطفل ده بيتميز دايما بالعدوانية بالمشاكل بإن هو دايما بيتخانق فدي منطقة منطقة السلوك بتاع الطفل المنطقة التانية اللي هي منطقة الحالة النفسية او المزاجية للطفل اكتشفوا ان الاولاد اللي في مشاكل في تربيتهم دايما اكثر عرضة لامراض الاكتئاب والتوتر وما شابه الحاجة التالتة قدراتهم المعرفية يعني ايه يعني شطرته في المدرسة نفس الطفل لو حطيت جبت طفلين بنفس المستوى الزكاء والمعرفي وده في علاقة كويسة بينه وبين والده والدته والتاني علاقته سيئة بالأب والأم هتلاقي ان اداء ده في المدرسة اعلى بكتير من اداء اللي عنده مشاكل فهي بتأثر كمان على قدرته المنطقة الرابعة اللي هي ثقة بنفسه تلاقي الاطفال اللي عندهم دايما توازن في العلاقه مع الأباء والأمهات عندهم ثقة في نفسهم وهم بيتكلموا وده بصراحة انا لاحظت لما جيت هنا لقيت الولاد هنا وهم بيتكلموا معاجبي بولد صغير وعنده ثقة وبيتكلم كده وبينقشك في قضية باحترام بس هو عنده القدرة ان هو ينقشك ويعترض على طريق على فكرتك باسلوب كويس عندنا احنا في بلادنا شوية ولادنا دايما عندهم شوية ان هما خايفين مهزوزين فده برضه من العوامل اللي بتؤثر على ثقة الطفل بنفسه الحاجة الاخيرة اللي هي الصحة العامة للشخص دراسات قالت ان نسبة التدخين مثلا على سبيل المسأل واستخدام المخدرات واستخدام الكحوليات بيزيد اكتر في الناس اللي عندهم مشاكل في علاقاتهم بأباءهم ومهاتهم فكل الحاجات دي تخلينا نبقى شايفين ان ده هيأثر على مستقبل الطفل في مناطق متعددة فده يخلينا نبحرسين اكتر ان احنا نتعلم في الموضوع ده زك الله خير دكتور هل شي في عنا بالدين بيقول فيه طرق تربية؟ والله هي النقطة دي نقطة مهمة خالص لنا لما تعلمت يعني عن هذا الامر سبحان الله الواحد لما بدأ يقرأ القرآن ويبحث عن هذا الامر بالاضافة الاستماع لناس بتتكلم في الامر ده تكتشف ان كم الايات في القرآن الكريم الذي يتحدث عن الطرق وعلاقة الابن بالاب والام غير عادية يعني دايما بحب ابدأ بالآية بتاع قول الله تعالى وَكُرْ رَبِّ رُحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا يعني الاب والام اصحاب فضل علينا في كل شيء في الحياة ماديا ومعنويا وكل شيء هم اصحاب فضل علينا لكن ربنا سبحانه وتعالى لما اختار للابن ان هو يدعو للاب والام اختار ان هم يدعو بأي عمل كما ربياني صغير وكأن التربية هي اعظم شيء يقدم الاب والام لولاده وده يبين اهمية الموضوع وبعدين القرآن يجي يتكلم باستفادة في آيات مختلفة من اول الخلق يعني من اول قصة خلق سيدنا آدم لما قالوا ايه؟ قال اهبطوا منها جميعا ما قالوا اش ننزل لوحدك لا ده انتوا مع بعض انتوا أسرة نازلين مع بعض تاخدوا بالكم من بعض يقول بعد كده قو أنفسكم وأهليكم نارا يعني هو بيوصيك بأهلك في كل شيء من اول ما بتنزل وبعدين الجميل لما تبصوا في الآيات بقى الطرق المختلفة في التعامل مع الابناء بمعنى ايه؟ القرآن يشير الى ان النصح احد الطرق ففي قصة سيدنا لقمان واذ قال لقمان لابنه وهو يعيظه يا بني فهو بيتكلم دي طريقة انك تنصح الابن في مرحلة معينة الطريقة الثانية ايات تتكلم لا ده هما يشتغلوا مع بعض سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل واذ يرفعوا ابراهيم القواعدة من البيت واسماعيل شغل ابنك معاك وتيموا واحد ويشتغلوا مع بعض يجي يتكلم عن مش بس كده انك حتى ان الابن في بعض الاحيان هو اللي يقود لو عنده الامكانية ربنا يقول ففهمناها سليمان سيدنا داود وسيدنا سليمان سيدنا سليمان الابن هو اللي فيهم محكم بالصح وهم مع بعض وفيش مشكلة سيدنا داود معترتش وتقال له انت ازاي تتكلم وانا موجود لأ ده القرآن بيعلمنا ان الابن ممكن يقول رأيه وممكن يكون رأيه حتى فيه الصواب الصورة الرائعة اللي فيها مثال لكيفية التعامل مع الابناء صورة يوسف وكيف ان سيدنا يعقوب تعامل مع ولاده بطرق غير عادية في الاول خلص لما سيدنا يوسف شاف الرؤية راح لسيدنا يعقوب بيحكيله وده يدل على العلاقة الوطيطة بين الاب والابن ان هو لما فيه حاجة يروح يحكي لأبوه فده بيعلمنا حاجة وبعدين لما يحكيله يقول له يا ابني لا تقصص رؤيك على اخواتك فيكيد لك كده فهو بيراعي قصة الغيرة وبيتعامل معاها هو فشايف حاجة يعني بيدل الابن عليها لما هما جموا طلبوا ان هما ياخدوا سيدنا يوسف وعارف ان هو يعمل له حاجة ضره فهو ما قال لهم اشان عارف ان انتوا هتذرون لا قال لهم ايه اني اخاف ان تذهبوا به فيأكله الذئب يعني هو بيحاول ان هو يوصل الرسالة بشكل ما يكونش فيه عدوانية من قبل ولاده واكتر من كده ان هما لما راحوا ضيعوه وهو عارف ان هما ضيعوه يعني انت متخيل ان يرجع لك حد من ولادك عامل مصيبة احنا الابن لو كسر كبايا ولا حاجة بنعد نديله دروس في الاخلاقة سيدنا عقوب ولاده راجعين اتلوا اخوه او ضيعوه فهو يقول لهم ايه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل يعني هيصبر عليهم ده اتلين اخوهم او مضيعينه وهيصبر عليهم وتستمر القصة كلها سيدنا عقوب لغاية الاخر خالص وهو لغاية ما خدوا الابن التاني في اخر القصة وضيعوه برضو ورجعوله فهو يقول لهم ايه تاني فصبر جميل عسى الله ان يأتياني بهم جميعا فده سبحان الله بيعلمنا ازاي ان الواحد يكون عنده طول بال على ولاده ويصبر ويبقى ما يفقدش فيهم الامن ومن الآيات الجميلة اللي في القرآن برضو قصة سيدنا ينوح مع ابنه سيدنا نوح ابنه كافر وربنا نزل الطفان والمؤمنين نجوا والكفار هلكوا وسيدنا نوح عارف ان ابن كافر لكن لغاية اخر لحظة بيقولوا يا ابو ني يركب معنا ولتكم مع الكافرين ما قالوش بقى بصوا روح في داهية يعني انت اللي تعمله تعمله انا خلاص ذهئت منك ما قالوش كده يعني ده يعلمنا دايما ان في علاقة ما بتنتهيش مستمر وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يختم الكلام ان هو ايه ان الكلام دايما حتى يوم القيامة الموضوع مش بس العلاقة في الدنيا ده يوم القيامة ربنا يقول والذين امنوا اتبعتهم ذريتهم بايمان ان الحقنا بهم ذريتهم يعني الالحق ده كمان مستمر فكل دي ايات في القرآن بتتكلموا اكثر من كده بكتير يعني الحاجة التانية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما تقرأ في سيرة الرسول يعني تشوف عجب في تعامله مع الاولاد وده ده يعلمنا حاجات كتيرة جدا فلما نحاوي نتعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة شهيرة لما هو دخل بأحد حفيدايه الحسن او الحسيني للمسجد وهيصله صلاة فرق وبعدين سجد صلى الله عليه وسلم فاطل في السجود الصحابة بيكلموه واحد من الصحابة بيقوله يا رسول الله انك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة اطلتها حتى ظنن انه قد حدث امر او انه يوحى اليك يعني فضل سجد وتطويل جدا فالرسول عليه الصلاة والسلام بصد يقول له ايه كل ذلك لم يكن ولكن ابن ارتحلني يعني سيدنا الحسن الحسين ركب على ظهره صلى الله عليه وسلم فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي امام بالمسلمين في المسجد وابن بنته بينط على ظهره فخايف يقوم من السجود عشان ما يزعكش لعبه انت متخيل هو بيتعامل ازاي واحنا بنتعامل ازاي الكلام ده مختلف تماما على اللي احنا بنعمله احنا ولادنا بنقعد نقول له يا ابن عيب احترم نفسك ما ينفعش تعمل كده قدام الكبار القصة الثانية الجميلة بتاع سيدنا انس بن مالك اللي هي امه خدته وهو كده طفل يعني عشان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام فعاش معاه فسيدنا انس بيقولي بقى خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين قعد مع عشر سنين والله ما قال لي افا قط تخيل عشر سنين ولا قال لي لشيء اللي ما فعلت كذا وهلا فعلت كذا يعني عشر سنين ما قالوش طب انت ما عملتش كده ليه اللي احنا ما بنقولش غيرها اصلا يا ابن انت مش كنت عملت كده يا ابن رايح تعمل كده ليه الحديث اللي هو يعني بيستوقفني جدا على حب الرسول عليه الصلاة لتربية الثقة بالنفس عند الولادة في حديث لكن الرسول عليه الصلاة قطي له بشراب فشرب وكان عليمينه غلام وعلى يساره اشياخ الصحابة سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر فهو شرب فمن يشرب بعده بمنطق نحنى يابن نسكت لما الكبار يشربه عيب لا بص الرسول عليه الصلاة قال ايه قال ان هو راح بص للغلام وقال له اتأذن لي ان اعطي هؤلاء رسول عليه الصلاة بيستأذن غلام ان هو يدي لاشياخ الصحابة يشربه في الاول فالغلام قال له ايه مش قال له اديهم لا ده قال له لا والله لا اؤثر بي نصيبي منك احد يعني ما خليش حد يشرب مكان الرسول غيري فالرسول عليه الصلاة عمل ايه اعطاه اعطاه و اداله الشرب مش قال له يا ابن المفروض تتعلم انك لما يقول له كده تقول لا طبعا الكبار في الاول لا ما قالوش كده اداله وشرب يعلمنا الرسول عليه الصلاة تعامله مع الاطفال الجميل برضه تعامله لما السن يكبر شوية لما سيدنا عبدالله ابن عباس بقى غلام فيقول له يا غلام اني اعلمك كلمات فالاسلوب يختلف بقى واسلوب الدلع تحول لحوار ونصايح لما يكبر شوية سيدنا عسامة بن زيد يوليه قيادة الجيش السيدة فاطمة يروى انه هو لما كان يشوفها صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويأخذ بيدها ويجلسها بجانبه ويسأل عنها وعن احوالها وكان يقول ايه فانما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذا صلى الله عليه وسلم فكل الحاجات دي تقولنا ان الدين كله بيكلمنا على ان احنا محتاجين لكن للأسف جاءت الأعراف اتعلمناه وصار هو ده اشبه بدين جديد احنا بنتابعه وهو مش صحيح فده احنا عشان كده ليه باتباعنا الطرق الصحنا كده في الحقيقة يعني بنقتضي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم والله جزاك الله خير يعني ما شاء الله تبارك الله ممتع وانا مستمتع شخصيا يعني انه عم بتعلم كمان منك سبحان الله يعني حديثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال البيت انا دائما حديث له شجون بالنسبة لي وكالم الأشهر الجميلة طبعا يعني مما ذكرت انه كان يظهر حبه لفاطمة وهذا شيء سبحان الله يعني هو بعض الآباء لا يظهرون ذلك كان فيه احد رسول صلى الله عليه وسلم اتى احد الصحابة ولم يكن يظهر حب لأولاده فنهاهوا عن ذلك الله يبالك فيك يا رب بداية جميلة اصلت بقى ما شاء الله بالدين وعرفنا عن خلفيتك بعلم النفس وانك حضرت كورس تبع التربية وعملت كورس التربية هيد الحلقات هل هي كورس التربية وعشو بدك تحكينا فيه طيب احنا في الحلقات دي ان شاء الله هنتكلم على الطريقة اللي نتعامل بها مع الولاد في الحياة العادية يعني وقتنا مع ولادنا نقضي ازاي ايه الحاجات اللي نعملها معاك لان احنا كثير جدا يعني بنسمع كلام اب عنده مشكلة يقول لك بس عامله كويس طب يعني ايه عامله كويس يعني اشد عليه ولا ارخي زيادة ولا ايه طريقة التعامل فده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه هنتكلم فيه باستفادة ايه بالزبط اللي يتعامل ويتعامل باي شكل وده بناء على زي ما قلنا كده الدراسات لما تعاملت اثبتت ان التعامل مع الطريقة دي بيجيب نتيجة افضل في الصعوبات دي بيتعصب بسرعة ان هو بيدرب اخواته ان هو بيعلي صوته علي ان هو في الشارع ما بقدرش يتحكم فيه تعامل بالطريقة اللي احنا نتكلم بها دي بالنمط اللي احنا نتكلم بيه بإذن الله هيحل معظم المشاكل دي وزي ما قلنا ان شاء الله يبقى فيه يعني نهدف ان ربنا تبلينا الخير ان يكون فيه جزء تاني نتكلم فيه عن بعض المشاكل بعينها اللي بتحصل وازاي التعامل مع المشاكل دي لما ابني يظهر بسلوك معين حتى بعد تجربة ان احنا طبقنا الحاجات اللي احنا قلناها في الجزء الاول ازاي ايه الحاجات اللي ممكن نضيفها علي جميل يعني هلأ نحنا حيكون عنا هلسلسل حلقات هيدولي هنحكي فيهم بشكل عام وبعدين هنحكي بعد هيك بجزء اخر ان شاء الله متوسع اكتر طب هل حلقات هولي مخصصة لعمر معي من الاطفال هو اللي احنا هنقوله ده ينطبق على الاولاد والبنات في كل الاعمار طول ما هم عايشين معانا واحنا بنصرف عليهم لما يجبروا بقوا يسلموا 30-40 سنة بقى لما يجبروا بقوا يروحوا ويشتغلوا ويبقوا خلاص بدأوا يتجوزوا دي قصتين لكن احنا بنتكلم ان اللي هنقوله ده بينطبق على الطفل اللي عنده 5-6 سنين وبينطبق على واحد عنده 17-18 سنة هي دي الطرق دي بينفع نستخدمها مع ده وهي هي اللي بنستخدمها مع ده بتحتاج بعض التعديلات بشكل معين هنتكلم معاه بالتفاصيل لكن هو الحاجات دي بتبقى للاعمار كلها ومن الحاجات الجميلة في اللي احنا هنقوله بإذن الله انك مش محتاج تستنى مثلا لغاية اخر حلقة ولا لغاية الكورس ما يخلص عشان تشوف نتيجة لا ده انت بإذن الله لما تبدأ واتطبق الكلام ده في وقته هتبدأ تشوف النتيجة في أسرع وقت ممكن بإذن الله ما شاء الله تبارك الله جميل طيب قبل ما نبدأ بسم الله هل فيه أشي لازم يعني نعملهم نطبقهم نصريهم طبق الغسير ونيجي مثلا يعني ولا ايه احنا فيه حاجات مهمة جدا جدا اللازم نتفق عليها وقواعد أساسية لازم تكون موجودة قبل ما نبدأ في الخطوة الأولى في الكورس القواعد دي هنتكلم عليها النهاردة بإذن الله ومن الأسبوع الجاي هنتكلم في الخطوات الخطوة الأولى بس القواعد دي لازم نعملها وهتحتاج شغل في البيت شغل بيننا وبين بعض وشغل بيننا وبين الولاد عشان نبدأ الكورس في جو يسمح بأنه يجيب نتيجة القواعدة الأولى ودي بنوجهها لكل أب وأم الأب والأم محتاجين أن هما يشتغلوا مع بعض ماينفعش بالأب بيشتغل بطريقة والأم بتشتغل بطريقة الأولاد أسكية جدا وبيلقطوا على طول الخلافات ويبقى مثلا طالب من الأب يقوله ينفع أروح أعمل كذا يقول لا ماينفعش فيروح للأم يقول ده أنا عملت اللي أنت قلت لعليه ينفع فيروح رايح فهو بيعرف يفصلهم عن بعض فمهمة أوي أوي إن إحنا إزاي نتطفق إحنا مع بعض إن ماينفعش نختلف قدام الأولاد إحنا محتاجين نتفع على طريقة تعامل سابتة نتعامل بيها مع الولاد حتى لو واحد هو اللي هيتعامل في الموقف والتاني مختلف معاه نروح في القوضة ونتكلم مع بعض إن الطريقة دي ما كانتش أفضل طريقة وده مفوش مشكلة على فكرة لكن اللي فيه مشكلة إن يوصل للولاد إن إحنا مختلفين إنت ليك رأي وإنا ليه رأي ورأي المراد اللي هيمش لأ وإنت اللي ماشيت ما رأيك المرال اللي فاتي كل ده بيجيب نتيجة عكسي النقطة التانية اللي محتاجين نعرفها إن كل طفل مختلف تماما عن التاني ماينفعش تقول إن الأطفال زي بعض بمعنى إنك ممكن تلاقي ولد أو بنت سهل جدا إنه هو يكون مرتب ومنظم ويرتب حاجاته ومتضعش منه حاجته في حين تلاقي أخوه أو أخته بيضيع كل حاجة ويحاول يفتكر وإنت تقوله على الحاجات وينساها ماينفعش إن انت تقول إننا اللي هيضيع حاجة عقبه الكلام ده مش نزبوط لإن الطفلين غير بعض ده عنده صعوبة وده سبحان الله يعني هو ده خلقت ربنا للأطفال هتلاقي حاجة مثلا عنده صعوبة تانية قد تكون أي شيء قد تكون مثلا إن هو بيتعصب بسرعة جدا بيغضب بسرعة لما يغضب ممكن يعمل حاجات مش صحة فمهم جدا جدا إن كل أب وأم يبقى عارفين ولادهم أيو أنا عارف إن ده صعوبته في المنطقة الفلانية لكن هي صعوبتها في المنطقة الفلانية ده مهم جدا لإن أنت هتبقى الحاجات اللي صعبة عليه ماينفعش إن انت تتعامله فيها زي اللي ما عندهش صعوبة وبالتالي هنبدأ نساعتهم بالتدريج في الحتة اللي عندهم صعوبة فدي حاجة نقطة مهم جدا النقطة اللي بعد كده إن إحنا محتاجين كأباء ومهات نعرف إن إحنا فكرتنا عن ولادنا أو يعني إيماننا بولدنا ده مهم وبيجيب نتيجة وبيأثر عليهم يعني إيه يعني أنا لو معتقد إن حد من ولادي إن الولد ده غبي وعمره ما هيفلح في المدرسة وعمره ما هيفلح في حياته هيطلع غبي ومش هيفلح في المدرسة ومش هيفلح في حياته الكلام ده ثبت علميا ثبت إزاي على سبيل المثال عملوا تجربة جابوا اختاروا جنف مدرسة واختاروا مجموعة من الأطفال عشوائيا بلهمش أي تميز واختاروا مجموعة من المدرسين عشوائيا وجابوا المدرسين دول وقالوا لهم إحنا اخترنا أحسن أطفال في المدرسة وإنتوا كأحسن مدرسين في المدرسة بعد الفحص باستباين ان انتو احسن مدرسين في المدرسة الفصل ده هيبقى اكتر فصل مميز جبنا افضل مدرسين لافضل اولاد فمتوقعين النتيجة بتاعتو تطلع في اخر السنة مميزة ومشيت السنة والمفاجأة كان ده اللي حصل فعلا الاولاد اللي هم عاديين جدا اختروهم بالصدفة تماما جابوا اعلى درجات في المدرسة وكان تفسير ده الوحيد بالزبط ان هم الولاد كان بيوصلهم رسالة طول الوقت ان انتو احسن اولاد في المدرسة وبالتالي تصرفات الولاد واداهم كان على مستوى ده فده بيخلينا يخلينا نبه حرسين جدا وانت بتقول لولادك ايه وبصراحة يعني يخلينا نكون صراحة الناس هنا في المجتمع الانجليزي مثلا تشوف الولد يعني مش يعني بيجري بالعافية وتلاقي ابو وايب بيقوله ده انت احسن من ليوناردو يعني وبيعمله كده فعلا هو مصدق كده وبياخده وبيضربه ومش عارف ايه والولد بيطلع وبيضغير وبيبقى احسن فده حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نبه حرسين ان احنا نؤمن الاول بانه هما لو ضحكت عليهم وقلت له انت احسن واحد وانت مجواك مش مصدق ده مش هيكسر فانت محتاج تكون مؤمن بيه الاول وتوصله لولادك النقطة الثانية المهمة ان احنا دايما في البيوت عندنا يعني ايه حاجتين الحاجة الاولانية يا امه يقولك ان انا بحب الولد حب شديد فيسموه ان هو او بيدلع الولد او البنت يعني مفيش اي قوانين في البيت مفيش اي قواعات يا اما الحاجة التانية ان في قوانين صرمة ومفيش اي لده ينفع ولا ده ينفع احنا محتاجين دايما يكون في توازن بين ان في قوانين وفي حب الاثنين مع بعض تمام بدون تفريط او افرط وده هنتكلم عنه بالترتيب لكن الناس محتاجة ان هي تكون مستعدة ذهنيا كده ونفسيا ان ده هيكون الوضع في قاعدة تانية مهمة جدا بيسموها اتنشن رول وده مهمة اوي يعني ايه اتنشن رول الطفل عنده احتياج غريزي احتياج اساسي ان الاب والام يهتموا بيه ان هو ينال من اهتمامهم بمعنى ايه ان هما بيتكلموا معاه بيلعبوا معاه واخدين بالهم منه الولد او البنت لو اكتشف ان الاهتمام ده مش موجود بشكل ايجابي بيغضوا بشكل سلبي يعني ايه يغضوا بشكل سلبي يعني انت مقعدتش معاه النهاردة فيبدأ يضرب اخوه او يكسر في حاجة فانت تبدأ تروح له وتزعق فيه وبعد كده يعود يقولك انا ما عملتش تقوله لا عملت طبعا انا مش عارفة وتحصل خناقة وتعود ربع ساعة اللي وجدوه ان هو الطفل باللي حصل بالموقف اللي حصل هو خد اهتمام الاب والام وان كان الاهتمام سلبي لان هم ما يقدرش يعيش من غير الاهتمام ده فانت كاب وام اذا ما اهتمتش بابنك او بنتك ايجابيا بانك تقضي وقت معاهم وانك تهتم بيهم هيخدوه بمشاكل بحاجات غلط بتحصل فانت لازم تكون معاهم وده هنتكلم عنه بالتفصيل بس انا محتاجين ان الناس تبقى عارفة مستوعب الكنسيبت ده محتاجين نقول للناس ان معظم السلوكيات الخطأ اللي بيعملوها الاولاد بتبقى حاجة تعلموها اتعلموا ان هو لما بيعمل السلوك ده بيحصل حاجة مثلا يا لو ابن حس ان هو لو قال بطني واجعاني فلا الاب بيهتم والام بتهتم فتلاقيه بقى بيكرر كتير من قصة واجع البط ليه لان هو بيطالب باحتياجه هو محتاجه فدايما السلوكيات الغير صحيحة بيبورها احتياجات الطفل محتاجها وعايزها وعشان كده محتاجين ندور على الاحتياجات اللي ورا السلوكيات وده برضو هنتكلم عنه الحاجات الاخيرة اللي انا مهمة جدا ولكل ابو ام ان انت تبقى عارف ان لو فيه صعوبات في التعاون مع الاولاد في البيت ان الولاد صعب يتغيروا غير لما احنا نتغير كابو ام فاحنا لازم نتبقى عارفين ان ما تتوقعش ان احنا هنعمل نفس الحاجات والنتائج هتختلف لو فضلنا نعمل نفس الحاجات النتائجة تفضل هي هي فاللي احنا محتاجينه ان احنا نتغير في الاول بالطريقة اللي هنتكلم بيها بس احنا لازم نكون عندنا استعداد للتغيير عشان تشوف الولاد بيتغيروا والمشاكل ما تبقاش مشاكل خلاص تتحلوا والعلاقة بدل ما تبقى سيئة تبقى علاقة كويسة والعلاقة بينهم وبين بعض بدل ما تبقى سيئة تبقى كويسة لكن احنا محتاجين نبقى مدركين ان احنا علينا دور في الاول اللي هو ان احنا نتغير وازاي نتغير ده هنتكلم جزاك الله خير عم بحس الكورس الاهل يشتغلوا مع بعض يوحدوا الصف الداخلي ومنا ينطلقوا يحددوا بقى الاطفال اللي عندهم اللي شاء عندهم القدرات وعندهم المصاعب ويقولوا ان احنا نتفق هلأ على حال نتفق فيه لانه قلنا قلدي ممكن ان احنا نكون عنا وجه النظر المختلفة بس منا نختار حل واحد من الاثنين دعالوا ان شاء الله يكون بعض الديمقراطية يا شباب انا بعرف بعض الناس وما عمقول هون الذكرة والانثة بس عاد بكون احد الطرفين بكون دكتاتوري شوي ومتمسك برأيه مما نعود النقطة الاساسية كنت عمقولة انه هالكورس هيدا ان شاء الله فيه ايضا من اصلاح انفسكم انتم يعني الذي يريدوا ان ينجوا بسفينته بركابها اهلكم ان شاء الله بدي يكون هن هن كقيادة قادرين مرسوا دورهم بشكل فعال لحتى يوصلوا ان شاء الله بالسفينة الى شط النجاة بإذن الله واخيرا يعني لازم نشوف ان تربية الاولاد دي رحلة وكل واحد فينا محتاج ان هو يستمتع بها بقدر الامكان وان كل يوم بيعد مع الولاد عمره ما هيرجع تاني عمرك ما هتشوف ابنك في السن ده في اللحظة دي تاني خلاص اليوم لما يعد النهار ده مش مش هيجي تاني فانت لو فقدت علاقتك به في الفترة دي صعب مستحيل ان هترجع تاني تتحسن في الفترة دي انها خلاص عندي فمحتاجين نعمل قادر الامكان نحن نستمتع بالعلاقة احلى الاشياء المتعلامة غيرك كمان عنده 24 ساعة باليوم لما يكون غيرك احسن منك هو ما عنده وقت زيادة هو عم ياخد نفس الوقت اللي انت معك فعم يعمل اشياء زيادة لانه هو عم يعف ينظم وقته فالله يبارك فيه كلام طب احنا هيك تقريب وصلنا هلا لختام الحلقة هل في شي مطلوب منه ان احنا نعمله قبل الحلقة الجاي ان شاء الله اعتقد ان احنا يعني هنبى متفقين من دلوقتي ان كل حلقة عشان تجيب نتجتها هندي في اخر الحلقة واجب لكل ابو ام ان هم يعملون وهننصحهم ما يتفرجوش على الحلقة اللي بعديها غير لما يقضوا على الاقل من خمس ايام الاسبوع يمارسوا الواجب ده الواجب بتاع النهاردة حكتي الحاجة الاولانية ان احنا هنطلب من كل ابو ام ان هم يعودوا مع بعض ويتناقشوا مع بعض ويبصوا على كل ولد او بنت من اولادهم وبناتهم ويقولوا الطفل ده ايه الصعوبات اللي عنده كل طفل مختلف عن التاني عنده حاجات سهلة عليه وحاجات صعبة ايه هي الصعوبات بتاع كل طفل بمعنى انا واحد من اولادي مثلا مشكلته ان هو لازم الحاجات تحصل بالزبط زي ما اتفقنا لو غيرت فيها اي حاجة يقعد يتخانق ويتعصب وسلوكه يبقى دي صعوبة و�도 تانى مشكلته انه هو بيتعصب بسرعة و Magazine مشكلته ان هو يعني يضيع حاجته وينسى حاجته محتاجين من كل ابو وام انهما يقعدوا اي канале نقول ده الولد ده مشكلته كذا البنت دي مشكلت كذا ونتافق مع بعض الحاجه الثاني الواجب الله ان انا متافقين ان احنا نتافق كابو ام ان احنا هنشتغل مع بعض ممكن نختلف في الراي مش مشكلة بس في الق Merlz ولو اختلفنا محتاجين ان نقتنع كل واحد يقتنع برأي التاني لكن على الاقل ان احنا هنتصرف هنختار اختيار من وجهتين النظر واحنا الاثنين هنعمل مع الولاد بمعنى لو احنا اتفقنا وسلا ان الولد هيروح يلعب في الحتة الفلانية يبقى خلاص المرة دي هناخد برأي الاب واحنا الاثنين هنوافق على الرأي ده وقدام الولد يبقى احنا الاثنين بنشتغل كفريق واحد محتاجين الاب والام يمارسوا ده يمارسوه لكم يوم كده لما يتعودوا عليه قبل ما يشوفوا الحلقة التانية عشان الحلقة اللي بعد كده ان شاء الله تبدأ تجيب نتاجدها تربعاتكم ان شاء الله التطور والتغيير حيكون++ بكل حلقة ان شاء الله تابعونا تابعوا الحلقات وتابعوا الخطوات وانتو هون مغلق لانى انتم تريدون ان تصلحوا من انفسكم تصلحوا من أطفالكم إن شاء الله أرد عليكم اتبعوا النصائح الموضوع شي بسيط جدا إن شاء الله يعني منا بحاجة نعمل PDF وتنازلوها دقيمة صغيرة أنتوا تتفعوا على القوانين التعامل بين بعض وتحطوا بعدين كل طفل وتحطوا الصعوبات اللي عنده والميزات اللي عنده وشوفكم تتعامل فيهم إن شاء الله هالعيلها تنمو محبة الله وعلى دين الله عز وجل حتى تنفعوا أنفسكم وتنفعوا الأمة وتكونونا جميعا إن شاء الله حسنات وصدقات جارية في ميزان حسناتكم إن شاء الله أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاركوني الأجر على اليوتيوب تغاطي على سبسكراب وتغاطي على جرس سجل إعجابك شاركنا بتعليقك وشارك بمنشوراتك وخلو الخير إن شاء الله يعيم على الجميع جزاكم الله خير اشتركوا في القناة